هذا رجل اسمه العابد جريج تعرفون قصته جريج مشهور الرسول حدث كان هذا الرجل يعيش في وقت قبل وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان رجال عادي جدا وبعدين بدأ يحب العبادة يتنسك ويذكر ربه كثيرا وانشغل بالعبادات والسوى راح بنا له صومعة المكان يتعبد فيه وجلس يجلس الصومعة بناها من طين ويقضي اغلب وقته فيها الصومعة يتعبد ربه وحط في الصومعة فتحات نوافذ وجلس يتعبد ربه طبعا قومه ابتدعوا الرهبانية وكتبها الله عليهم منهم اللي راعوها ومنهم اللي فرطوا فرطوا فيها هذا جريج كان امه موجودة ولا عند امه له هو الوحيد وحيد امه فتجي امه معادي اخدمها سار فيها الصومعة يتعبد وتارك امه وجهت امه تناديه يا جريج هو يسمعها ويصلي الله هو اكبر يقول فاسمع امي تناديني فاقول امي وصلاتي يقول فغلبت ان صلاتي اولى مع انه كان الاولى لو كانت نافلة وش يسوي يقطعها وان كانت فريضة يخففها حتى يؤدي عبادة ثانية لامه يا جريج يا جريج يقول فاقول امي وصلاتي يقول فاترك امي واقعد في صلاتي ازعلت امه راحت جت المرة الثانية واليوم الثاني احتاجتها يا جريج يقول فاسمع اقول امي وصلاتي امي وصلاتي يقول فاتركها يقول جت المرة الثالثة جريج فغضبت قالت اللهم لا تمت حتى تريه المومسات اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات دعاء صعب نسى جريج ونست امه وقيل انها ماتت امه جريج دارت الدنيا والناس تتحدث عن ما رأينا اعبد من جريج عابد زاهد في صومعته مقفل بابه مصلي خاشع ولا يمكن يفتن سمعت حرمة ان اكرمكم الله بغي مومسة قالت واش تعطوني اذا فتنته لكم اعطوني شي وانا اجيب راسه فاوعدوها بان يعطوها عطية وتفتن جريج وراحت هذه المومسة تزينت وهي جميلة وحاولت كل ما اتت اليه قال معاذ الله انه ربي اعوذ بالله هذا الايمان يتعوذ بالله حاولت حاولت ما استطاعت كل ما اطلعت من الصومعة لقيت عند الصومعة راعي يدور بغنمة فاجت عنده وقالت له تعال فراودته هي عن نفسه ومكنتها من نفسه مكنته من نفسها فلما فعل بها اكرمكم الله حملت وبدأت تخطط وتمكر اول ما انجبت ولدت راحت تصيح في الناس قالت اني انجبت هذا الولد تره من جريج اتهمت هالمسكين اللي جالس في صومعته والناس صدقت يا الكذاب يا الدجال يا المنافق تضحك علينا وانسوي نفسك انك تصلي وانك تتعبد ربك وانت كذا وكذا وكذا هو يسمع بالكلام لم يصدق شوي شالوا الفقوس يهدمون عليها الصومعة يا الربع شو تسوون يقول لهم ماذا تصنعون قال نهدم صومعتك ايها المنافق انت منافق ودجال وكذاب ونحن لن نصدقك بعد اليوم وهدوا عليه الصومعة واربطوه وجلدوه وجرجروه في الشوارع قدام الناس وفي الطريق شوفوا شوفوا الدعاء كيف والفتنة تحصل مر على مكان يجتمع في اكرمكم الله الممسات فخرجنا من النوافذ وشرف المكان هذا وعلى الطرقات ينظرنا الى جريج فالتفت جريج فرأى وجفهن فبكى قال دعوة امي اصابتني احمد الله انها ما قالت اللهم اجعله يقع في الممسات بس ينظر الى وجوه الممسات اصحبه فلما ارادوا قتله في ساحة القتل والقصاص والاعدام قال لهم لحظة انا بقى اشوف الولد اللي تقول له ولدك ورونيه اجابوا الولد وجابوا الحرمة هذي قال هاجوريج من انت قالت انا فلانة قال ابن من هذا قالت ابنك قال تحلي فين قال تحلف قال عطيني الولد حطيه هنا حطوا الولد قال تسمحون لي اصلي ركعتين قالوا صل فازعوا الى الصلاة وكبروا صلى يوم خلص قال عطوني الطفل جيبوه وشارعوا اول ما شاء نخص قال ابن من انت تخيلوا شلي حصل قام يتلفت الطفل قال ابن من انت قام يتلفت الناس يشوفون في مشهد مهيب ما تكلم في المهد الا ثلاثة ومنهم هذا قال انا ابن الراعي والراعي من دس ما بغاهم يشوفونه فحاولوا يلحقونه فانحاش وجابه واعترفوا اعترفت المومسة اعتذروا من جريج وتسمحوا من جريج وقالوا له نبني لك صومعة من ذهب فضة قال لا تبنوا لا من ذهب ولا من فضة اعيدوها كما اشتركوا في القناة شكرا